شباب صبايا ندخل الآن في درس جديد في القواعد بعنوان العدد المفرد جميعا ننتبه انظروا معي إلى الجملة الأولى استمر العمل في البناء شهرا واحدا من هو الرقم؟ أين هو الرقم؟ واحدا العدد من هو الذي يعد يعني المعدود شهرا انظروا معي هنا وبضعة أيام بضعة العدد أيام هو الذي يعد المعدود في اللغة العربية شباب صبايا الأرقام التي تشمل من رقم واحد إلى رقم تسعة أوكي يعني واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة زائد الكلمات مئة ألف مليون مليار تعد باللغة العربية أو تسمى بالعدد المفرد يعني ما هو العدد المفرد؟ هو يقير رقم من واحد إلى تسعة زائد هذه الكلمات التي ذكرت مئة ألف مليون مليار تسمى عدد مفرد انظروا معي إلى الجملة الثانية لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما في اللغة العربية العدد الذي يتكون من أو الذي يشمل من رقم احدى عشر إلى رقم تسعة عشر يعني من الـ11 بالعامية نقول إلى رقم تسعة عشر تسمى عندي بالعدد المركب بالعدد المركب انظروا معي لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما ثمانية عشر والعدد المركب هو العدد المركب وعندي أنا المعدود هو العام فأذا من رقم 11 إلى رقم 19 تسمى باللغة العربية العدد المركب انظروا معي إلى الجملة الثالثة اشتريت 20 طابطا دائما العشرات يعني 10, 20, 30, 40, 65, 70, 80, 90 دائما هذه الأرقام تسمى باللغة العربية بالعقود يعني مضاعفات العدد 10 يعني كل ما يكون مضاعف من الرقم 10 أي 10, 20 وصولا إلى الرقم 90 تسمى بالعقود كالرقم 20 لدي في هذه الجملة انظروا معي إلى الجملة الأخرى عاش البناء 67 عاما في اللغة العربية عندي الكلمة الأرقام التي تكون منحصرة بين 21 إلى 99 يعني أي رقم من 21 إلى رقم 99 معدل عقود طبعا أي هي مضاعفات العدد 10 تسمى باللغة العربية بالأعداد المعطوفة والأعداد المعطوفة هي عبارة عن لفظتين تشمل بينهما واو حرف العطف يعني عبارة عن لفظتين تشمل بينهما واو حرف العطف أوكي فدن باللغة العربية الأعداد المعطوفة من رقم 21 إلى رقم 99 تسمى بالأعداد المعطوفة ترجمة نانسي قنقر